احنا مكملين معاكم نسا فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة انه دلوقتي عندنا فقرة زريفة جدا هتخص كل البنات وكل السيدات اللي بيشوفونا الاكسسورات الاكسسورات شيء مهم جدا اعتقد وهو الجزء لا يتجزأ من لبسنا ومن حياتنا اليومية اذا كنا بنلبس حاجة علشان ننزل بيها الصبح نروح شغلنا او اذا كنا خارجين بالليل او اذا كنا حتى مع بعض كده يعني فيه فيه الاكسسورات جزء من لبسنا وجزء من حياتنا اليومية واعتقد ان كل بنت وكل ست فينا عندها ولو حاجة او حاجتين بتحب تلبسهم النهاردة هيكون عندنا نهد احمد مصممة الاكسسورات وعلى فكرة مش علشان نهد معانا انما حقيقي اكسسورات مختلفة وشكل مختلف والزوء مختلف نهد من ورانا ونهارك سعيد واكتر حاجة عجباني الالوان والاختلاف يعني مفيش حاجات كتير متكرارة خليني اعرف الاول منك ايه اكتر او ايه اكتر الحاجات الموضة في الاكسسورات في 2013 بصي هي الموضة السنية دي كلها الوان الفسفارك اه صيفي وشتوي صيفي وشتوي هي ماشي معانا من الصيف وكملت معانا في الشتاء كمان في كل حاجة بقى في السكار في العقد في الانسيات كل حاجة جميع الوان الفسفارك بخماتها بقى تختلف من خامة لخامة من المط ده حاجة اسمها مرمر بألوان وبفضو من خيوط من زي ده كده سلك كده شوية بيتشكل زي ما انت عايزة اه والعقيق برضو بألوانه اه العقيق هو حجر يعني تستخدمي حجر كريمة في الاكسسورات بتاعدلك العقيق كمان بالذات موتو ما بتبطلش خالص كل سنة بتطلع ممكن نوريه لي الناس بعد اذنك في حاجة طبعا زي كده اه اكي ده عقيق ده عقيق اه اه بيبقى في حاجات ماتشنج في حاجات سادة طبعا وفي منه حاجات بتلمع برضو اكتر من كده ده برضو عقيق وبمقاسات يعني لو تلاحظي هنا مقاس عن هنا خالص اه الاحجاب مختلف شكل الحجر نفسه مختلف انتي بقى بتدخليه في برضو ده كده اه بتدخلي معي بقى الدهبي او الفضي الدهبي او الفضي يعني على حسب بقى حسب الزوء يعني مثلا ده هنا الكحلي دخله فضي حلوة قوي حلوة قوي الكحلي ممكن بندخل العقيق برضو في حاجات كده مش شرط ان احنا بنعمل يعني بنزوق انسيال انا شايفة انه اللطيف كمان في الموضوع مش حساكي مرتبطة بأعمار معينة يعني عندك حاجات تناسب كل الاعمار يعني عندك حاجات تناسب البنات مع الموزلات اللي هو منتكلم مثلا في 15-16 سنة هم دول اساسي اه هم دول اساسي الاكسسوارات بالنسبالك دول اكتر ناس بتشير اكسسوارات يا نهب اه طبعا اه طبعا اللي هم في كلية والمدارس دلوقتي ده الاسخال الزغيرين يعني شايفة فيه حاجات بلاستيك شوية وحاجات خفيفة والوان بناتي كده شايفة فيه كمان حاجات شبه شوية الحاجات الجيرلي اللي كنت لسه بكلمك عليها زي زي فراشة والوان فوشية دي بتنفع لجميع الاعمار بقى يعني دي بيحبوها في كلية مثلا في النادي اه كل البنات كل الاعمار اه لزيزة قوي دي برزيزة ده موضة بابدو السنة دي شباش بموضة بالفضي والدهب بالفضي والدهب وبتدخلي بقى الحبل والخيوط زي ما انت عايزة ممكن دي بابدو بتركبلها خارس كريستال عقيق زي ما انت عايزة اه جميل قوي اه قولي بقى بتعرفي الموضة في الاكسسورات من اين يعني يعني اللابس مثلا ممكن بيبقى يعني بنعرف من الاماكن من المركات من الفاشن شوز الاكسسورات بتعرفيها منين هل بتربطيها باللبس يعني شوفي مثلا اللبس مطو عاملة ازاي فبالتالي تشوفي ايلي ليه على الموضة بتاعت اللبس دي فتبقى هي دي موضة الاكسسورات ولا في خط مختص بالاكسسورات لا ده اساسي طبعا بخش من عالنت على طول كي وبشوف احدث الموضة ايه بشوف الالوان وعلى اساسها طبعا بنبتدي ايه نجيب هنا في مصر الدرجات الحاجات اللي تليق بس فهي الموضة اساسي بنخش مثلا من عنات بنشوف الفاشن الكل سنة ايه بنشوف الالوان اللي مستعملينها ايه عشان ما نيجي بابدو نصمم حاجة تبقى لايقه ما يبقاش ما ينفاش مثلا تبقي لبسة فسفوري تحاولي تعملي ما بين اللبس وما بين الاكسسورات يعني ما ينفاش تبقي لبسة مثلا حاجة فسفوريك وبتلبسيلي عقد فسفوريك لا فبعرف الموضة عن طريق كده في حاجة لافت نظري جدا كمان الحقيقة ان في حاجات كتير مط يعني في حاجات كتير ما بتلمعش وده متهقلي جديد يعني حتى الخامة نفسها وانا مسكاها في ايدي مختلفة ده اسمه عقيق مط ده مختلف تماما ده الموضة الصنادي اساسا بجميع الوانه بسي ده كمان ياريتك توريه للناس حلوة قوي ده بابدو كده ده متشنج مثلا فوشي مع الازرع بيبقى حسب ده زي بتعملي بقى المط ده في الصناعة نفسها ولا ده في الحجر نفسه وانش بتستخدميه بتختاري حاجات مط مش حاجه في اللون او مش حاجه مثلا في الالوان اللي تستخدميه لا 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 هو في الحجر نفسه الحجر نفسه مط بس زائد بقى فيه حاجات ممكن انتي تجي بيها وعايزة تغيريها فبتعمل لها سبغة سهلس هابقة الاحجار بعد سعها صعب في مرمر هبه عاطف بتقولي في indulger ده المرمر بجميع المط لان وطبعا موضة بجميع براده اياه اعم مقسيت مش بحضرت ارفع ايدك من فضلك في ده كده في الاخذة برضو قوليلي سهل الحصول على الاحجار في مصر الاحجار الكريمة ولا بتطري تستوردي حاجات معينة مثلا ولا ايه بص هي دلوقتي سهلة عن زمان سهل عن زمان ليه بقى ايه اللي فرق دلوقتي عن زمان لان دلوقتي زي ما انت قلت في الاول ان الاكسسورات بقيت بحاجة اساسية وبقى كتير قوي بيخشوا مجال تصميم الاكسسوري فبقى دلوقتي في مستوردين كتير اول في مصر عن الاول كان الاول ممكن تلاقي واحد اتنين دلوقتي فيه طلب اكتر على الاكسسورات فبقى في مستوردين انا شايفة فيه كمان حاجة مختلفة ده اسمه ايه لا ده حاجة بالصوف صوف اه اه ده حاجة بالصوف ماتشنج برضو كده عاملها ان هو يعني دي شاتوي شوية يعني مصي في شاتوي شوية ومدخلها برضو الفوشية مع البيج عشان ممكن تليقى على البني ممكن تليقى على اي حاجة غمقت لبسها فبتدي كده اضاءة حلوة للبس بس طيب خلينا نشوف دول كمان مرة تانية من فضلك يا ناهد ده كده عقيق وحبت ادخله حاجة غريبة يعني بالدلاية بتاعته حتى برضو في عقيق وكده ودي سلسلة مطلية يعني هو اهم حاجة في شغل كله ان لتطلي الحاجة لتستعملي خامة حلوة عشان ايه ما تصديشه الطلب الاكتر بيجيلك على ايه على الذهبي ولا الفضي على المطول الحاجات اللي بتلمع ولا كل واحد وليه زوق وكل سن وليه مزاجه الخاص في اللي بيلبسه البنات الصغيرة طلبهم كله على المط المط والحاجات اللي انت بسكتيها الفراشة ايه 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 ليه الشغل ساعات فيه ناس تحب الحاجات كلاسيك شوية اللي برضو منعتبره حاجة يعني بتلبسيها حاجة كلاسيك كده شوية اه في الشغل او بالليل او كده ده ممكن يتلبس الصبح اه اه بيتلبس الصبح عادي اه اه طيب افتكر ممكن نقول انه مثلا اه فيه اه يعني طبيعة ست معينة بتحب الاكسسورات وطبيعة ست معينة تلاقيها سيمبل او اه ما بتحبش اله اه ما بتحبش الحاجات الكتير نفيه اه والزحنة والشخلالة والحاجات دي اه انت اكيد بتعملي حاجات للزوق ده وللزوق ده اه يعني بصي دي حاجة ساي يعني زي ما فيه ست مثلا ممكن تلبس ده الصبح اه اكيد في واحدة تانية تشوفوا ان ده مثلا ممكن يبقى كتير جدا للصبح كتير فعلا ممكن وقتها هي بتلبس حاجة زي كده حاجة اخاف شوية اهدى شوية حاجة زي كده مجرد سلسلة بدلية حاجة زي كده لان فيه برضو ما بيحبوه فلاسل ايوه ممكن بتعمل لهم حسية فبيحبوا يلبسوا ايه حاجات كده فدي برضو كده فيه هنا كمان حاجة حلوة او يا ريت اكترى ده انسيال ده عبارة عن عقيق ودخلوا الدلاية ديت دي تركي اوكي وعمل فيها برضو حركة ان انا حطاها عقيق من هنا ومن هنا اوكي ممكن بتشليها او بتحطيها برضو حسب ما انتي بتحبي او زوءك يعني بس في برضو عاملها حاجة ثانية ده كده انسيال ده كان عندي عايزة اغير فيه مايبقاش حاجة اطلدية فروحت حطاله عقيق وحطاله برضو ايه زي دليات فضي كده غيرت من شكله انتي اللي بتصنعي الحاجات دي بايدك يا ناهد بايدك بايدك يعني حاجات غالية جدا لا بس بصي هي الفكرة ان انتي ايه يعني تخليها في متناول الكل اه وهو ده اللي انا كنت عايزة اتكلم معاك فيه ازاي تقدري تعملي حاجة حلوة واسعارها كويسة خاصة ان الظروف الاقتصادية دلوقتي احنا مش في احسن حالاتنا يعني وعايزين برضو كل البنات وكل الستات يكونوا بيلبسوا اكسسورات حلوة ويكونوا عندهم كل الحاجات اللي هم نفسهم فيها ده بتعمليه ازاي هل بتعمليه بانك بتجيبي خامات ابسط هل بتعمليه بانك يعني ده بتقدري ازاي تعمليه المعادلة ما بين انك تعملي حاجة شيكو حلوة عليها الطلب وفي نفس الوقت اسعار في متناول الجميع بصي هو دلوقتي اساسا في جميع الاسعار فهي الفكرة يعني ان انت تعرفي تعملي تدخلي السعر مع الشكل بمعنى ان انت ممكن ايه ديني مثل كده على حاجة مثلا من الحاجات اللي قدامنا زي ده كده ماشي عشان ما يبقاش غلي جدا محطتش كله عقيق اه ما كملتهوش كله عقيق دخلت فيه سلسلة دخلت فيه دلاية ماشي فده خليت ان سعره وكده كده سلسلة ورا فمش تبقى باينة فخليت ان هو سعره يبقى في متناول الكل كتير بنلاحظ انه اوقات المرأة المحجبة بيكون عليها اقبال اكتر شوية على الاكسسوارات لانه يمكن انها مثلا ما خباش عراها او كده فبيبقى عندها احساس ان هي عايزة تلبس حاجة حلوة عايزة تظهر طوب مثلا او حاجة حلوة لابساها ده بيكملوا الاكسسوار هل ده حقيقي فعلا؟ يعني زباينة كتير منهم بيبقوا محجبات اكتر محجبات فعلا لان المحجبة بتحس ان هي ايه لا عايزة حاجة تظهر هنا متبقاش كلها ايه متقفلة بس فبتبقى غاوية الاكسسوري اكتر وكده الكريستال بيتقال ان الكريستال موضة كمان هل دي حقيقة؟ كريستال موضة بس مثل الماط السندي الماط اكتر كريستال كان في الصيف السن فاتت بجميع الوانه موضة انا بس تعمله لان الكريستال شوية بيحبوه في الصوريهات يعني يحبوه في الصوريهات اكتر دلوقتي ممكن تلاقيه في الانسيالات يعني لو واحدة بقى نتكلم الصبح عايزة تلبس حاجات بسيطة ومش عارف ايه وكده وشغلها ممكن كريستالات انما كفي الصوريهات كريستالات اكتر هو واللولي طيب بما انك بقى مصممة اكسسورات واكيد عندك خبرة كبيرة جدا في ده ازاي ممكن كل ستة او كل بنت لو عندها قطعة حلوة هي بتحبها تقدر تحافظ عليها الفترة طويلة ما تبص بسرعة لو زهقت منها من غير ما تروح لمصممة او من غير ما هي مثلا ترجعها مرة تانية للمكان اللي شيريته منها ازاي ممكن تضيف عليها حاجة تغير فيها خلية اول نتكلم عن ازاي ممكن تحافظ عليها يعني انت بتحافظي على حاجتك ازاي بصي انا انها تدهنها كل شوية تدهنها ازاي فيه بتبقى مادة كده تتبيعها في اي سوبر ماركت للدهب للفضة هي دي تحافظ عليها حاجة بتنظفها يعني حاجة ازاي بتنظيف او مش تنظيف هي بتحافظ بتديها طبقة او يعني وان انت تحافظ عليها ان انت تشليها في حتة ما تبقاش معرضة مثلا لمية لبيرفيوم لكده دي اهم حاجة ما تتعرضش المية ويكون عندها المادة دي ودي مادة متوفرة وما تتعرضش ولا البرفانات ولا ولا اي ماء طيب جميل جدا انا بشكرك على وجودك معنا واتمنالك كل التوفيق الحقيقة في حاجة الجميلة وانتهالنا على الصبح كده واتمنى يا رب ان احنا نتقابل تاني ويكون عندك مجال بقى اوسع واكتر ويكون المشروع الكبر اكتر ان شاء الله مرسي جدا مرسي جدا مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع لفقرتنا الاخيرة النهاردة في يومنا عن العلاقات الزوجية وازاي ممكن نحافظ على العلاقة دي وازاي ممكن نتعامل مع بعض بشكل يرضي الطرفين نروح لفاصل ونرجع نكمل فقرتنا خليكم معا